السلام عليكم عام 2010 في الاردن حصلت قصة عجيبة وغريبة رجل وامرأة متزوجين وامورهم عال العال وعندهم ابناء وبنات ويعني الابناء والبنات هذول في سن الزواج والامرأة في هذاك الوقت كان عمرها حوالي خمسين سنة والرجل اكبر منها بشمسنا الا ان حياتهم قبل الظاهر فيه مشاكل والمشاكل هذه تتراكم شوي شوي ومشكل وراء مشكل وبدون حلول في هذاك اليوم يتقدم شاب لخطبة وحدة من بنات الرجل هذ وتمت الموافقة على خطبة الشاب هذا للبنتهم وبدأوا جهزون لامور العرس والزفاف وتجهيز امور للبيت وعندما جهزت الامور على الاربع وعشرين تم حجز صالة لحتى يسوون فيها حفل الزفاف ودعوا اكثر من الف شخص من طرف العريس ومن طرف العروس وتم تحديد موعد الزفاف في اليوم الفلاني وحضرت الناس الرجال في قسم الرجال والنساء في قسم النساء والحفلة شغالة وما في مشاكل ابدا الا ان حصلت مشادة كلامية بين ابو العروس وامها في قسم النساء او على مدخل قسم النساء ويقوم الرجال هذا يرمي يمين الطلاق على الزوجة الزوجة شنو سوت وتقوم تزغرت هذه الزغروتة اللي دوت في الصالة وخير يا فلان شنو اللي صاير يعني عرفت النسوان انو الام هذي تطلقت وكذلك عرفت العروس اللي مصمودة على الاسكي مثل ما يقولون على منصة الزواج وتفاجأت في الامر اللي حصل ويعني موح حلوة يعني او فأل شؤم يعني في حفل زفافها تطلق امها اتركت العريس وجدت بلشت في المشكلة اللي حصلت بين امها وابوها وتريد تفهم شنو اللي صار وليش ابوها تطلق امها المهم ضاعت الطاسة في هالحفلة وبدأت الناس تدخل ويشوفون شنو المشكلة ولعله وعسى الى قون حل وترجع العروس على الاسكي او اللي هي المقعدين هذولا او الكراسي اللي قعدون عليهم العرسان وتتفاجأ العروس بالعريس قاعد يتغزل بوحدة من هالبنات اللي حاضرات وتحصل هذيش المشكلة بين العروس والعريس وقالت له قصرة ضرب ولا طوله وطلبت الطلاق من العريس يا بنت الناس يطولش يقصرش قالت له لا بالله مازالك قاعد تغازل على الاسكي والتخي يعني استغليت الوضع والان لساعتنا في بر الأمان انا من طريق وانت من طريق وفعلا يحصل الطلاق قام العريس هذا طلق العروس وتطلقت الأم وبنتها في نفس الليلة أما قصة اليوم حصلت في محافظة اللاذقية الساحلية في سوريا عام 2008 أحمد شاب في قمة الأخلاق ومن عائلة بسيطة والشاب هذا أحمد تعرف على فتاة خلينا نسميها مونة مونة هذه عمرها في بداية العشرينيات كانت دارسة في أحد المعاهد وحاصلة على شهادة وكذلك الشاب هذا أحمد موظف في إحدى الدوائر من خلال إحدى اللقاءات في أحد المحلات يعني أعجب البنت وأعجبت فيه وتبادلوا أرقام الهواتف أو صاروا يعني يتكلمون على الهاتف والشاب هذا أحمد قال لها أنا شاب ما عندي لا لف ولا دوران أنا رجل ودي أدخل البيت من الباب وأنا رجال ناوي على الزواج والصراحة أنت فيتش المواصفات اللي أنا حاطها أبالي اللي هي فتاة الأحلام البنت هذه ما صدقت وقالت على طول أنا ما عندي مشكلة وكذلك أنت مبين عنك شاب محترم ومؤدب وخلوق طبعا بعد الأخذ والعطى وألتقوا هو إياها أكثر من مرة في كافهات وفي حدائق عامة وتعرفوا على بعضهم شوي فالبنت مبين عنها في قمة الأخلاق وبنت متعلمة وأمورها كويسة وكذلك أهلها جماعة بسيطين يعني عائلة بسيطة جدا وعائلة معروفة المهم حصل الاتفاق بين أحمد ومونة على الزواج وفعلا يقوم أحمد يروح يبلغ أهله أنه أنا تعرفت على فتاة كذا وكذا وكذا وصار لي فترة أدرس أنا وإياها ندرس إخلاق بعضنا وصراحة أنا ودي أتزوج أهلوا ما شذبوا خبر قالوا على طول والبنت بلغت أهلها وراحوا هذاك اليوم خذوا هجاها وطلبوا مونة ووافقوا أهل مونة وتم الاتفاق على تفاصيل المهر والمقدم والمؤجل وتفاصيل الحفل أو الزواج كاملة ولكن البنت هذه مونة كانت عندها أو كان عندها شرط في الزواج هذا إنها ودها تساوي حفل زواجها في صالة موه يعني في منزل والد العريس أو في منزله أو حفلة عائلية بسيطة قالت لأ أنا ودي الحفلة في صالة أفراح محترمة أول واحد موه كل يوم متزوج هذه إن شاء الله تكون زيجة الدهر وفعلا وافق أحمد على طلب مونة قال لك يعني لو ضايقت نفسي شوي لو ادينت من هنا شوي وهتجيزة هي مرة بها الحياة مو مشكلة ومو غلط نسوي حفل الزواج في صالة وفعلا يبدأ يبحث عن الصالات اللي مسوي عروض اللي أسعارها مناسبة للفلوس اللي عنده وفعلا لقى صالة سعرها رمزي ويقدر على المبلغ اللي طالبينه على ليلة حفلة الزفاف وتم الحجز وأخذ موعد ودعوا أكثر من 1500 شخص على هالصالة ولكن الحفلة كانت بدون مطرب أو فنان يغني فيها الحفلة اكتفوا في هذا الديجي اللي يجيبونه يحطون كاسيتات ولا أشرطة سيدي وأغاني الحفلات لأنه الرجال هذا ما عنده فلوس تكفي الحجز في صالة وأجار الفنان ولا المطرب فقالها يعني هذا اللي أقدر عليه والبنت رضيته وقالت لا حول ولا قوة وصلت الدعوات للناس وجدت الناس هذاك اليوم يوم الخميس على هالحفلة ومجتمعين الأهل والأقارب والعمام والأصدقاء وهالناس المدعوة أكثر من 1500 شخص فيها الصالة الكبيرة والأغاني شغالة والحفلة قايمة وما في مشاكل أبدا والحفل في الصالة هذه كان مختلط بين الرجال والنساء المهم دخلت العروس والعريس ودخلوا وقعدوا على الأسكي وانصمدته وياه وبدأوا يتبادلون أطراف العديث وصارت الناس تجي يتهني صديقات العروس وخواتها وقرايباتها وكذلك أصدقاء العريس وقرايبه وإخوانه وهلو وألف مبروك وإن شاء الله بالرفاه والبنين وباقي هالناس كل من بلشان بحاله اللي قاعد يرقص هو وخطيبته واللي قاعدة ترقص هي وأختها المهم صالة يعني عرس قايمة الدنيا فيه وتعرفون في مثل هالحفلات لازم العروس ترقص هي والعريس قوموا العروس والعريس نزلوا عن الكراسي ونزلوا على الساحة على أنغام إحدى الأغاني إلا إن اللي حصل في هالحفلة شيء عجيب وغريب بمجرد ما صاروا في وسط هالناس والناس قاعدة تصفق لهم للعريس والعروس وقاعدين يرقصون وما عندهم قطع من الشيطان يتفاجأ العريس يسمع صوت أغنية هذا السعد الصغير بحبك يا حمار والعروس صارت تمسكه من القرافيت هذه وصارت تسحب ويمين ويسار وتردد كلمات الأغنية تغني مع المطرب أو مع صوت الأغنية هي تردد الكلمات وماسكه هذا من القرافيت وتفتل فيه وتضحك هذا العريس ما استوعب الوضع يعني شنو هذا بحبك يا حمار وهي قاعدة مسكته من القرافيت يعني مثل إهانة اعتبرها له قام دفشها يعني بعدها عنه وغضب الرجال وراه على المسؤول عن الديجي هذا تبع الأغاني قالوا لو سمحت مين قالك تحط الأغنية هذه حط لنا أغنية مناسبة يعني مو حلوة يعني أنا قدام أصدقائي وقدام أهلي وإخواني يعني تحط لي أغنية بحبك يا حمار قالوا صراحة أنا أعتذر عن هذا الموقف ولكن أنا ما حطيت الأغنية هاي من كيفي بعد شلون حطيتها قالوا صراحة العروس هي اللي ودت لي طلب إنه بس تقوم ترقص أنت وياها تحط الأغنية هاي بحبك يا حمار ولا أنا كمنسق أغاني ومسؤول عن يعني سويت شثير حفلات مستحيل أحط الأغنية هاي من كيفي إلا بطلب من يعني أهل الحفل ولا أي أغنية ما أقدر أحطها على الكيفي باستثناء الأغاني الشعبية أغاني الدبكة وأغاني الرقص المعروفة عند الناس إلا أنه صراحة أنا آسف وأعتذر منك شديد الاعتذار وينصدم العريس هذا أحمد من الطلب الغريب من العروس يعني كان متوقع هو أنه هذا الشاب خربط أو أنه يعني طلعت الأغنية بالصدفة إلا أنه لما قالك أو سمع من هذا الشاب أنه والله العروس هي اللي طالبه بطلب خاص ويقوم يمسك المايكروفون ويشغل المايك قال شغل لي المايك وينادي على العروس يا مونة يا بنت فلان أنت طالق 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 هاي بالثلاث على ما أسمع ومرأة جميع وبالمايكروفون على مكبرات الصود وقالها ظلتش خذلي إرقصي على بحبك يا حمار لأنه أنا ماني حمار وتخرب الحفلة ويغادر الصالة وخلاها في مكانها والبنت انهارت وصارت تبتشي إلا أن الفاس وقعت بالرأس وقال لك يا ولد خلينا من البداية بلما نمشي في درب صعب هي من طريق وأنا من طريق وفعلا فشلت لله الحفلة هذه وتم تطليق البنت هذه بشكل رسمي في المحكمة وكل من راح في سبيله والمشكلة المسكين هذا أحمد تخسر مبالغ على الجهاز وعلى أجار الصالة يعني تعرفون الحفل والتجهيز للعرس يكلف إلا أن فضل على أنه يعني امرأة تهينه في صالة فيها أكثر من 1500 مني آدم وبحبك يا حمار وماسكتهم من القرفيت فاختسروا الطريق والولد وقال له خلاص لهينه بس وهالأغنية هذه أغنية بحبك يا حمار تسببت فيه كثير من المشاكل بين الأشخاص اللي يحبون بعضهم ولا المخطوبين ولا حتى المتزوجين في قصة قصيرة أيضا في مصر شاب خاطب فتاة وقاعدين هذاك اليوم في عيد الحب فالبنت هذه جايبة هدية الخطيبة هدية ثمينة بالإضافة مع الهدية مشترية شريط كاسيت وقالت له هذه مفاجأة لك يا حبيبي مخطوبين وامورهم تمام تمام والشغلة واقفة على حفل الزفاف فقط يعني أبو شهر زمان علشان الظروف والأمور تمشي فشاب هذا لما خذ الهدية وراه على البيت سمع الكنسيت هذ وإلا الأغنية بحبك يا حمار الولد هذا ما استوعب الأمر شنو سوى بخطيبته ويقوم يعزمها على غدا في مطعم فاخر جدا ولما جت هي البنت عندها سيارة وهو عنده سيارة جت البنت بالأول خلها لحتى تدخل على المطعم وإلا جايب معاه مجموعة من أصدقاؤه خمسة ولا ست أشخاص ودخلوا على المطعم وعرفها على أصدقاؤه ويتفاجأت يعني على أساس أنه وياه يعني يتغدون في المطعم ويتبادلون لحاديث وطبعا ما جاب لها أي سيرة عن قصة بحبك يا حمار بعد ما طلبوا الغدا والغدا كان غالي جدا والفاتورة كبيرة وتغدى وشربوا العصير قام هذا صار يعني يطلع أو وصاروا أصدقاؤه يطلعون واحد وراء الثاني لحد ما ظلت البنت هذه الحالة على الطاولة شوي يجون بعد شوي يجون تتصل عليه بعد يرود البنت ودها تروح وما هي حاملة معها فلوس وقامت ودها تروح قالوا لها جماعة المطعم وين استروحين قالت ودي أروح صراحة يعني المهم حصلت مشادة ملاسنة كلمية بين البنت وبين إدارة المطعم أو يطلبوا لها الشرطة قالوا هاي البنت عازم أصدقائها وعازم ما بعرف مين ودها تاكل ببلاش أو يأخذون البنت هذه على قسم الشرطة وتتصل على أبوها ولحد ما يجي أبوها ويدفع تكاليف الغداء الفاخر وبعد ما أعرف هذا الشاب بأن الأمور انتهت وجاء أبوها دفع عنها وراحت على قسم الشرطة وتبهدلت قامت تصل عليها وطلقها على الهاتف قال هذا جزاء أغنية بحبك يا حمار لأنه أنا مني حمار كانت هذه نهاية القصة لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم دمتم في رعاية الله وحفظه